التيار الصدري استخدم أسلوب غير حضاري وغير ديمقراطي واحتل مجلس النواب بطرق مشروعة وأيضاً هدد القضاء وتجاوز على السلطة القضائية وهي أهم سلطة يبنى عليها النظام السياسي وما زالت هذه التجاوزات مستمرة نعم مجلس النواب ممكن أن يعقد جلسته خارج طاعة مجلس النواب لأن الحكومة سهلت للصدريين الدخول إلى مجلس النواب والسيطرة عليه من أجل عرقلت عقد جلسة الحكومة مستفيدة من هذه العرقلة طالت عمرها